القفزات السعرية الكبيرة لأسعار الطاقة مكنت روسيا من تحقيق إرادات قوية من بيع النفط والغاز والفحم الأمر الذي قلص تأثير العقوبات وطبعاً دفع هذا المعسكر الغربي للتفكير في إجراءات تضمن إحداث الضرر في عوائد الدب الروسي وضع سقف سعره على النفط كان أحد هذه الإجراءات التي اتفقت عليها دول مجموعة السبع هذا الإجراء يستهدف إجبار روسيا على بيع نفطها بثمن محدد مجموعة السبع اعتمدت على فكرة أن 95% تقريباً من خدمات تغطية التأمين وتسهيل عمل الناقلات ناقلات النفط حول العالم يتم عبر شركات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وبالتالي فأنه يتعين على أي دولة ترغب في شراء النفط أن تشتري وفقاً للسعر الذي ستحدده مجموعة السبع حتى بالتأكيد تستطيع الحصول على خدمات تسهيل شراء النفط الروسي ورغم أن هذا السقف السعري لم يعلن رسمياً فأن بعض التقديرات تشير إلى أنه قد يكون بين 40 و60 دولار تقريباً للبرميل لكن ماذا عن روسيا؟ أولاً إذا نظرنا إلى تكلفة إنتاج البرميل هناك فأنها تقدر ما بين 3 و4 دولارات للبرميل ثانياً روسيا هددت بحضر بيع النفط لأي دولة ستنضم إلى آلية السقف السعري لا بل ووفرت حلول بديلة كخدمات تأمين بديلة عن الأوروبية إلى جانب التخطيط لإطلاق منصة تداول للنفط مستقلة عن أسواق الطاقة الغربية لكن يبقى التساؤل هل تنجح هذه الآلية؟ في الواقع نجاح آلية السقف السعري على النفط الروسية تطلب انضمام كبار المستهلكين مثلاً الهند، الصين وهذا الأمر الذي امتنعوا عنه حتى الآن كما أن فرض سقف سعري على النفط الروسي يلقى انقساماً حتى بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يعني صعوبة تمريره من دون إجماع بين الأعضاء بعض الآرات ترى أن روسيا قد لا توافق على بيع نفطها ضمن سقف سعري محدد مما يعني إبعاد جزء من معروض النفط الروسي عن الأسواق وهذا قد يترجم بقفزات في الأسعار قد تحدث ضرر في الاقتصاد العالمي